ولذلك احنا هنقول شوية قواعد في التعامل مع هذا الابتزاز بشكل واضح اول حاجة احنا رصدنا وجمعنا كل الافكار وكل الكلام اللي دار وحاولنا ان نتعامل معاه بقضية دقيقة خلينا نقول الابتزاز نعم جريمة مجتمعية تفضي الى تهديد الامن القوم بس خلي بالوح حضراتكم ان الابتزاز كشف لنا شوية مشكلات في مجتمعنا لازم وحنا بنتعامل مع قضية الابتزاز نتعامل معها بحكمة ونتعامل معها بشكل كبير جريمة الابتزاز الاخيرة كشفت لنا ان اكثر المبتزين او نسبة كبيرة منهم وانا كمان اللي بيجيلي في لجنة الارشاد الزواجي كمان بيبان فيه او ده بيبان ان بيجي خناء ما بين الاب والام لان ابنهم تم ابتزازه او بنتهم تم ابتزازه او ان ابنهم بيمارس الابتزاز فإيه اللي حاصل؟ ببساطة خالص ان لازم نعرف بشكل واضح ان الابتزاز ده لازم يتعلق بالتنشئة ولازم ننشأ اولادنا على احترام الخصوصية ولازم نفهمهم ان التجسس والتحسس حرام زي ما حضرة النبي علمنا ان هي جريمة ولازم لاحظنا كمان ان التكنولوجيا بقى سهلة سهل جدا الفابركة وسهل جدا ان احنا نعمل عن طريق الديب فيك نعمل كل مقاطع صوتية ويزيد عندنا الضحايا ولازم نذكر اولادنا ونذكر المجتمع كله بحاجة مهمة جدا ان حضرة النبي قال من غشنا فليس منا ولذلك الفابركة الالكترونية حرام وجريمة وتخرجنا عن قيم الاسلام والدين الحاجة التالتة اللي وجدناها ان الناس عندهم يولي بمتابعة الفضايح ومتابعة الحاجات المفابركة دي مع ان الله سبحانه وتعالى امرنا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقهم بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة وحصل ان تم اصابة قومي بجهالة واللي حصل ادى ده الى القضاء على حياته احنا لازم احنا المصرين يبقى عندنا حملة لمقاومة متابعة المواقع الاباحية ومتابعة كمان كل ما يخل بالشرف لازم يكون عندنا اصل مهم جدا في حياتنا ان البنت بريئة وان اولادنا الاصل فيهم البراءة وان ما نصدقش باول ما يعرض علينا اي حاجة مفابركة مع اولادنا لان من السهل ان تحصل الفابركة دي يبقى احنا لازم نكون واضحين ان اعراضنا محفوظة الاصل حفظ الاعراض وان اولادنا الاصل فيهم ان هم يكونوا امينين الامر التالت ان الضحية لازم ما تخافش وتتعامل بوضوح الدين طلب منها ان هي تكون قوية والمؤمن القوي خير واحب عند الله من المؤمن الضعيف وشيء مهم جدا 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 كل واحد حاسس ان هو ضحية لابتزاز وخاصة من النوع الرديق ده لازم يكون عنده نفس شعور اشبه بشعور السيدة عائشة ويابي تقول ان براءتي ستنزل من فوق سبع سموات لازم يكون عنده هذا اليقين ان براءته وشرفه وعفته هتحصل من سبع سموات وربنا سبحانه وتعالى هيكون معه انا عند المنكسرة قلوبهم هذا الشخص اللي معرض للفضيحة هو منكسر قلبه وربنا ان شاء الله معاه لازم نمتنع كمان وراء الجاري وراء الفضايح لان الجاري وراء الفضايح لازم نحط قعدة ان النظر الى الحرام حرام والنظر الى سور الحرام حرام ولازم ده يتقصل فينا ونترك الكلام ده واخر نصيحة احنا بننصح بيها وهي نصيحة مهمة جدا كل واحد فينا لازم يحترم خصوصيته احترام الخصوصية قدر من الحياء وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا فان الحياء لا يأتي الا بخير منع الشخص لما حبه يتكلم في الحياء ولذلك احنا لازم نتجنب المبالغة في نشر صورنا على مواقع التواصل النصيح دي نصيح اب ونصيح حد خايف على هذا المجتمع هو بيحب اهله وناسه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجنبنا المكارهة ما ظاهر منها ومن بطن ومش يجع تكون اخر حلقة نتكلم عن الحاجات اللي بتوجعنا لان وجعنا اكيد ليه دواء لان الله سبحانه وتعالى ما انزل داء الا وانزل له الدواء فتعالوا نحط ايدينا في ايدينا بعض عشان نداول اوجاع دي لان الله سبحانه وتعالى يمدنا ومعنا والله لطيف بعباده وهو لطيف بنا فتعالوا نتمسك بحبل الله المتين ونواجع اوجعنا كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى معنا وهي اوينا وهيخرجنا من كل اوجعنا اشتركوا في القناة